النهاردة الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن في مؤتمر صحفي الساعة 2 ظهرا نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات قالت أنها لم تتلقى أي طعون من المرشحين الأربعة في السباق الانتخابي أو وكلاءهم على كافة القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع وفقا للجدول الزمني هيتم النهاردة إعلان رئيس الجمهورية الجديد لمدة ست سنوات قادمة يمكن نقول أن الانتخابات الرئاسية أهميتها الحقيقية أنها فتحت باب كبير قدام المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي والتعددية الحزبية اللي يمكن نكون بنعيشها لأول مرة يمكن عشان كده ما كانش غريبة على المصريين أن نحن نلاقيهم وقفين طوابير قدام لجان الانتخابات بيوصلوا رسالة للعالم أن المصريين اختاروا بلدهم اختاروا الاستقرار اختاروا أنهم يقولوا كلمتهم في ظل التحديات اللي احنا شايفينها كلنا بتحصل في المنطقة اللي حصل أيضا في السباق الانتخاب الرئاسي كان لي رد فعل على المستوى الدولي وخصوصا في الصحافة الأجنبية وفي وكالات الإعلام اللي أكدت أن الانتخابات الرئاسية المصرية أجريت في مناخ من الحرية والنزاهة وأنه لم يتم رصد أي مخالفات انتخابية سواء من جانب جهات الدولة أو من جانب أنصار المرشحين أو رصد أي محاولات تأثير على اتجاهات التصويت المنظمات الحقوقية أشادت بالتنظيم الجيد للانتخابات والالتزام بالإجراءات القانونية وكمان تسهيل عملية التصويت تبعنا تقرير ائتلاف نزاهة الدولي وده كان ائتلاف مكون من عدد من المنظمات المحلية والدولية اللي تبعت الانتخابات الرئاسية التقرير قال الانتخابات تمت بشفافية ونزاهة في الحقيقة زي ما قلت منه زي ما كلنا رصدنا السباق الانتخابي الرئاسي بيمهد مرحلة جديدة من العمل السياسي العمل الحزبي مرحلة دي بدأت مش فيه بس الانتخابات الرئاسية بدأت من انطلاق أعمال الحوار الوطني اللي ضمت كافة أطياف المجتمع الحزب المصري وكافة الاتجاهات السياسية المختلفة شفنا حملات يمكن وصفها البعض بالشرسة كمان جدا شفنا تخصيص مساحات لكل المرشحين مننتظر أيضا بعد السباق الانتخابي الرئاسي أن يكون هناك متابعة لما تم من إجراءات في الشارع السياسي المصري من خلال نزول هذه الأحزاب على المواطنين ويبقى فيه مناخ من الحرية يمكن الجميع وعى به وننتظره بالفعل في الأيام القادمة أكيد منتظرين النهاردة الإعلان الرسمي لإسم رئيس الجمهورية القادمة من مدة ست سنوات الإعلان الرسمي لإسم